طب انا عايزك شوية حاجة على البرد انا بحس انه مشكلة خط دفاع ليفر بول دلوقتي مش دلوقتي النهاردة يعني في الموسم ده هو خط النص فبينيو هو اكتر اللاعبين البعد عن المستوى في ليفر بول ده حي هندرسون مش موجود كتير ميلنر ساعات بيخشه ميلنر بدنيا مش اعظم حاجة تياجو اللعب الزكي مش بقول انه عنده قوة بدنية او يعني جري كتير بس اللعب الزكي بيعرف يبقى موجود برضو اصاباته كتير فانا شايف انه مشكلة او قزمة ليفر بول في نص الملق ده حقيقي ولو احنا مثلا بصينا على التوليفة توليفة خط الوسط بتاع ليفر بول طبعا احنا في ليفر بول بيلعب اربعة تلاتة بيكون فبينيو ميل لورا هندرسون بيكون في الناحية اليمين تمانية مركز تمانية ناحية اليمين وطبعا صلاح هناك وبيكون في النص بقى فرمينيو او جوتا او واتفر او داروين نونز والناحية التانية لويز دياز النهاردة كارفايو ده برضو كان قرار غريب كارفايو فابيو كارفايو لعب صغير برايتون فرقة من البيك فور عاملة احسن فرقة في الدولة الانجليزي السنة دي قويصا لامكانات لعباتها فتبدأ بلاعبوا عندك لويز دياز وجوتا وداروين نونز عددك فكان برضو قرار انت لعبت بجابها والاسوأ ان كمان اندري روبرسون بكانش موجود مصاب تسيمي كاس اللي كان بيلعب فانت عندك جابها ميتة طول الوقت كارفايو وتسيمي كاس فالمفترض هذا اللاعب اللي هو فابينيو هو اللاعب اللي بيسمح لالكسندر ارنولد يتحرك باريحية طبعا احنا متفقين ان تياجو الكنتارا ما بيعرفش يدافع راجل بيلعب كرة جميلة ففابينيو لما بتكون الكرة من ناحية تياجو الكنتارا ومع الكرة هو اللي بتحرك برضو ويغطي تياجو الكنتارا ويغطي اندري روبرسون فاذا اللاعب ده هنعتبره انه 50 او 60 في المية فابينيو من قوة او منظومة ليفربول الهجومية والدفاعية لانه هو اللي بيغطي ظهر اللاعب اللي بتهاجب فانت لما عندك مشكلة في فابينيو هيبع عندك مشكلة في روبرسون وعندك مشكلة في الكسندر ارنولد فابينيو النهاردة نزل في اول الشوت التاني لما كان فيه مشكلة عند الكسندر ارنولد قرر يورجين كلوب انه هو يدي له مهام ليبرو متقدم مدافع ثالث وعمل دي في اول الشوت التاني كويس لمدة حوالي 20 دقيقة أو 30 دقيقة عملها بشكل كويس لكن مع يعني سير المباراة اعتقد فيه مشكلة بدنية عند فابينيو مقدرش يعمل ده وجي الهدف التالت برضو من الناحية اليمين لك المفروض فابينيو أنتر او بيرسون وسوري أليكسندر ارنولد كانوا هم اللي يغطوها فيه بقى حاجة انا بس حابب اتكلم عنها في شكل اداء سريعا في شكل اداء ليفربول الهجومي ومحمد صلاح ليه مزاهر محمد صلاح مزاهر مش عشان سادي ومانيه مش موجود محمد صلاح مزاهر لأن اداء محمد صلاح في الحتة دي كجناح ايمن طول الوقت كان يورجين كلوب بيعتمد على محمد صلاح انه يتحرك لجوه الملعب هل محمد صلاح هيتحرك ويسيب المساحة دي كلها هباءا ولا لازم هندرسون بيكون موجود هنا يسند عليه صلاح ولازم أليكسندر ارنولد يكون يا اما موجود هنا يا اما كتير كان بيدخل أليكسندر ارنولد وهندرسون يدخل في الحتة دي ومحمد صلاح يكمل كمهاجم تاني النهاردة هندرسون لما عمل دوره قبل ما يخرج بدقيقة واحدة عمل عرضية كانت هتيجي هدف وهندرسون اللي ادت تمريرة لما كان هنا لما كان فايق ومركز وربط وعمل اللينك اللي المفترض يعمله مع محمد صلاح ادت التمريرة لمحمد صلاح اللي تشيب اللي عملها طبعا اسست ودخل روبرتو فلمينيو جابها ده فإذا مشكلة ليفربول في الجابها اليمين الاساسية ان هندرسون والكسندر ارنولد مش في مستواهم وبالتالي محمد صلاح النهاردة كان بيدافع عليه تلات لعيبة الواحدة طول المباراة انا اصلا كنت لسه اسألك رأيتي لمحمد صلاح في المباراة اللي فايت دي كلها انا مقدرش اقول ان محمد صلاح عنده هبوط في المستوى ليه شكرا لو شفت محمد صلاح روبرتو بتاعه في المباراة اللي فايت دي كلها اللي بيدي مستوى بدني وجري وتحركات مش طبيعية ممكن اكتر من الموسم اللي فات بس واضح انه محمد صلاح او مباراة محمد صلاح منظومة الليفر كلها فيها خلل فمحمد صلاح متأثر بالخلل طبعا طبعا خلل دفاعي محمد صلاح لا لا اللي يسند عليه زيما بقولك كان بيدافع عليه تلات لعيبة النهاردة المساك وستوبنين وكايسيدو تلات لعيبة حوالين محمد صلاح طول اللوقت طب يسند على مين مو هندرسون مش موجود الوقت اللي هندرسون اشتغل فيه مع صلاح ظهر صلاح وبقى موجود كمهاجم تاني وقدى بشكل كويس وعمل أسيستي عايز سألك سؤال مفاجئة شفت بحضرلك السؤال مفاجئة سألك سؤال مفاجئة بحضرك ليه محمد صلاح اخطأ بالتجديد لليفر لا ما اخطأش لا لا ما اخطأش تماما وانا كنت مع قرار التجديد مش معنى ان وقتيا ان ليفر بول في وقت متراجع فيه ده بيحصل لكل الاندية الفكرة ان لازم بسرعة كنادي انا بتكلم عن منظومة ليفر بول اللي المحمد صلاح جزء من اللي جدد لها عشان يفضل هو السوبرستار بتاعها هي اللي تحل مشاكلها الفنية يلا تتعاقد مع الاوراق النقصة لما تجيب النهار ده ارسور ميلون اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الفقرة وما لعبش مباريات ويبقى فيه كلام انه يمشي في يناير يبقى فين القرار يبقى انت قرارك كان فيه مشكلة لما انت يبقى عندك اكتر من خمس ست لعيبة من اعمدتك الاساسية مستوهم متراجع يبقى انت عندك مشكلة لازم تحلها مشكلة بقى بدنية تدريبات زيادة مشكلة نفسية انت كنادي وكايرجين كله كجهاز فاني مسؤول عنده لكن اعتقد ان اسطور محمد صلاح في البربول كان لازم تكمل بالتجديد السؤالي التاني سحينا من النوم ليلة الشيلسي قالك باي باي توماس تخل ده ممكن يحصل مع يورجين كلوب لا فكرة يورجين كلوب مختلفة تماما عن تخل يورجين كلوب جيليفر بول وهو فريق ضايع مشروع يورجين كلوب كان من البداية مشروع طويل الاجل مش قصير الاجل وخط خطوة بخطوة بدأ يتقدم في التلتيف الدوري الانجليزي وصل لنهاء يوروبا ليج وخرج في 2018 نهاية شامبيوز ليج وخرج بعد كده في 19 قدر يكسب البطولة في 20 قدر يكسب الدوري الانجليزي في السنة اللي فاتت بيوصل نهاية شامبيوز ليج فبالتالي المشروع ماشي بنجاح زي ما قلنا الموسم اللي قبل اللي فات كان فيه مشكلة عند ليفر بول ومع ذلك الموسم اللي بعدين جددوا التعاقد بتاعه لأنهم عندهم مشروع واضح وعارفين ان يورجين كلوب هو الرجل المناسب لهذا المشروع